في مايو عام الف وتسعمائة وثمانية وعشرين ولد الرئيس المصري حسني مبارك في قرية كفرم صلحة بمحافظة المنوفية بعد ذلك باثنين وعشرين عاما تخرج من كلية الطيران بالقوات المسلحة المصرية كمقاتل طيار خاض رجل معارك عدة ثم عصر حرب يونيو عام سبعة وستين حينها حلق مبارك بقاذفة قناب المصرية من قاعدة بن سويف وحتى قاعدة الأقصر ليبتعد بها عن الدمار الذي ألحقته إسرائيل بسلاح الجو المصري في الفترة بين سبعة وستين وحتى عام ثلاثة وسبعين ترق حسني مبارك بسرعة في سلاح الطيران حتى أصبح قائدة خلال حرب أكتوبر التي حقق فيها هذا السلاح انتصارات كبيرة بعد الحرب بعامين أعين الرئيس المصري الراحل أنور السادات مبارك كنائب الله ليستمر في المنصب ست سنوات ثم يصبح رئيساً بعد اغتيال السادات ثلاثون عاماً قضاها مبارك على رأس السلطة في مصر نجح في استكمال خطة السلام التي وقع عليها السادات واسترد سيناء عام اثنين وثمانين بدون مدينة طابة التي خاض من أجلها معركة تحكيم دولية انتهت بإعادتها للسيادة المصرية عام تسعة وثمانين وفي السنوات الأخيرة لحكمه عدل مبارك الدستور بشروط وصفتها المعارضة حينها بمحاولة توريث الحكم لنجله جمال ثم أثارت الانتخابات البرلمانية لعام الفين وعشرة غضباً كبيراً بعد أن سيطر الحزب الوطني الحاكم على أكثر من خمسة وتسعين في المئة من المقاعد عن طريق أعضائه والمتحالفين معه الأمر الذي كان أهم أسباب الانتفاضة ضده في يناير الفين وأحد عشر استمرت ثمانية عشر يوم لحين إعلانه التنحية في الحادي عشر من فبراير ترجمة نانسي قنقر